تتعرّف الناس كاملين نقيد ديالي أنا تماماً لا يمكننا أن نستنبه اليوم في كل فزة ولكن تقولوا رحياً خلال أدوار ديالي تقولوا رحياً أن أرى أجتماعي أكثر لا بالعكس تماماً شهرات إجتماعية وتعرف الناس عندها سهولة في التواصل مع الآخرين فتاة المهمة الصعبة في الدار تنصبتها بيش تحل المشاكين بيش تقدر لنا الأغراض بيش إلي ماني فيكي لي جينيروز دونك ساقس تجو مابتتساة اللي قدر يطرفيه هو ملي نقدمش عمل في المولاسي سواء في الكتابة ولا في الإخراج وينتقدوني بانتقاد متمكن ووفق ميكانيزمات وآليات النقد اللي بنا ديك ساعة نسمع باحترام وتنتقبل النقد وتنتحور والناقش أما مملكي يتجاوز ذلك الشخصي إذا عمك تيمشو للشخصي وتيمشو شوية بعض المرة يكون قصدين به تجريح وهذا ما تنقدرش نسمع أمين ناجيزي تان تخيبون كوميديا زوين ومحترف وديسيبليني كان مع سعيدة باجا ومصطفى خاليلي ويوسف أزلال كانت سعيدة في الاشتغال معهم كلهم ياسينا حجام مثلا ياسينا حجام حيث صديقة معي من المعهد العالي صديقة ديالي مقرب اشتغلت مع سيموحمد مروازي اللي هو الزوج ديالي مثلا نخدم مع سعيدة باجا أغلب الأعمال ديالي مروازي محمد متى عارفو مش بزاف سيكل كان كي تخي ديسكي كي يبوكو تكاراكتر يعني هو شخصيه قوية ولكن فلو كالم مثلا نسبة لي أنا في حياتي هو الدرع اللي يلتقط مثلا الصدمات ولا كي يلتقط مثلا الأخبار ولا شي مشكل كين حل دباب الشيء في العائلة شي حد مريض ولا مثلا اللي يستركينا شي وفاة ولا شهر كي يطولي هو اللي والعادل ولا كي ينقل لي في التغناج هو اللي كين تجلي الأعمال ديالي خليف استرماده لحظة كادغفيده هو من والمنتيج ديال هاد الأعمال كاملين وفا فاندون التغناج غشت يكونوا مشاكل ما تيوصلنهم مش لي الغيقلي بخوله معاد كي يجين عندي تكيدوز الوقت يقولي يا را كان واحد المشكلة هذا ما ليسافره ولا غيقلي ولا ولا تشي حد كي ينقلي هاد المشكلة يقولي يا را كان هاد وتنجينو تنقولو ما قلتاش لي تيقولي يا را ساسي غا غيان سافي الأساسي هو أن كل شي كمان يعني أنا ممتنة لي ولد الناس وتخلق ضريف ومنفتح منفتح بحيات بحدود هذا الشي ولكن فشكي يتقلق ولا فش من الأحسن ما يطلقوش لما الناس كيشوفوه كيشوفوه مدربو يحترموه ومتيحسبوه ومرا يقدروا يتجاوزوه يعني أنا سعيدة سعيدة وأبرائع أبرائع خصوصا ده بقى أنا يكن صور هو كينا يقوم بالدور ديالي والدور ديالو دونك مانيفيك حمد تكيار بيتر شكراك موسيقى أبرائع وخصوصا خصوصا خصوصا محب بخوتك هو الدرع ديالي وتنقول لك أنا بغيك نترى ماشي الراجلين ترى ولدي عمادي وزينا والله يعطيك صحة والله يخليك لنا ويحفظك لوليداتك ويحفظك لنا وحفظك للميمتك والوالديك لأنهم اللي عمرها دار وطريفين تحية احترام للسلطانة والجمهور ديالسلطانة وفعلا تسلطن بالأخبار ديالها بالمجهود اللي كتبدل بالناس ديالها اللي يخدمين فيها أعطيكم الصحة وتبارك الله عليكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تدير الجام